عقد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس تنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عمر الفقي مؤتمرا صحفيا في مدينة العالمين الجديدة في إطار فعليات مهرجان العالمين أكد وزير الرياضة على أهمية مشاركة البعثة البارالمبيا المصرية المشاركة في بارالمبيا باريس التي تقام في الفترة من السادس والعشرين من أغسطس وحتى الحادي عشر من سبتمبر المقبل والتي تم وضع صورة رسمية لها في مهرجان العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بشرفنا النهاردة ان احنا نشارك وللعام التالي والتاني في واحد من الحاجات الإضافة الكبيرة جدا لينا في مصر الحقيقة هو مش مهرجان هو اكتر من مهرجان العالم عالمين لانه بعبر عن جزء مهم جدا الجمهورية الجديدة كل الشكر والتقدير للمتحدة وهي شريك استراتيجي استاذ عمر الفئي يعني رئيس مجلس دارة احنا بنشكر حضرتك جدا على وجودك معانا وعلى الدعم الدايم لان بننقل الصورة الحقيقية للرياضة المصرية انا برحب بمعالي الدكتور اشرف صبحي واحنا الحقيقة التعاون ما بيننا وما بين وزارة الشباب والرياضة تعاون ممتد وتعاون ممتد تعاوننا في كابيتان ومصر تعاوننا في الدوم وبنتعاون هنا في عدة حاجات احنا العالمين مش بس حفلات العملية العالمين الشاطئ كله عليه رياضات وعلى الرياضات مختلفة وفي رياضة السيارات وفي كرة القدم وفي كرة السلة فالحقيقة بوزارة الشباب والرياضة جزء وجزء اصيل من مهرجان العالمين انا كمان عايزة حي البعثة للبارالولمبية ومجلس الادارة وان شاء الله يشرفونا وهم دول الامل بتوعنا وان شاء الله من كلنا نشجعك واناك بإذن الله شكرا جزيلا كلنا بقى جايين وزارة الشباب والرياضة وزارة التعليم العالي وزارة الثقافة علشان نسمعكم فاحنا هنكون فخورين مش هنكون احنا فخورين بيكو جدا وبنقول من خلال العالم عالمين وجود أستاذ عمري فيه رئيس المتحدة احنا بنشكرك على وجودنا كلنا وجود الشباب المصري في مهرجان العالم عالمين ويكون رحلات اليوم الواحد طلبة جماعات ومركز شباب وكينات شبابية وطبعا الفرق المثيطية عشان نقول لكل أهالينا الشباب المصر هو شباب الجمهورية الجديدة اللي رؤيت فخامة الرئيس من 2014 دايما رسالته يا شباب مصر أنا عارف انتوا عايزين ايه وبدأت القصة وبدأت الحكاية وإحنا كمان وزارة الشباب والرياضة وراء كل شاب مصري حقيقة بننفذ هذه الخطط مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية احنا فخورين بيكو وسعداء ان كنتوا تسمعوا برا مصر وجوه مصر الشباب المصري بيعمل ايه وفرقة الانفوشي شكرا كل التوفيق أولا براحب بمعالي الوزير والحقيقة يعني أنا سعيد بالمنظر الجميل ده وبوجودكو كلكو هنا وبوجود وزارة التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة وفرقة الانفوشي كمان يعني ان شاء الله نسمع انها حاجة عظيمة يعني ربنا وفاكم ان شاء الله سياها لزولة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة